حبايز قلبي طلابي الغاليين في حصة من أجمل الحصص اللي ممكن نوخذها لأنه فيها خلاصة خبرة أخوكم بواحد وعشرين عام مشان أنت ترتاح أي حدا ثاني بحكي لك أي حكي ثاني عن خصائص الاقتران الأسي أكيد حكيه غلط وحثبت لك من خلال الكمبيوتر والجرافين كالكوليتر أنه حكينا بس الصح لكن بالأول بدنا نبدأ بالشرح بمقدمة عن كل الأفكار اللي راح نحكيها بعدين مندخل بالتفاصيل فلنبدأ بالصلاة عن النبي أولا ونشوف شو خصائص الاقتران الأسي صراحة في الجزء الماضي لمحنا لشوية خصائص لكن اليوم بدنا نكتب الخصائص بقائمة خاصة فيها الكل يركز معانا واسمع الملاحظات يا تفاعلي وبترجع بتكتبها وبتقيدها على المسجل لما تيجي تحضر الحصة مسجلة كمان مرة بسم الله خصائص الاقتران الأسي اللي صورته AB قوة X ناقص H زائد K احنا الحصة الماضية واللي قابلها أخذنا بس الاقتران الأسي اللي فيه A اللي هو معامل للرمز اللي هو الأساس قوة X لا الـ X كان معها لا جمع ولا طرح ولا كان في الاقتران لا جمع ولا طرح ولمحت لما ما يكون في جمع طرح هون صفر ونفس الإشي هون لما ما في جمع طرح صفر لكن ببساطة شو هم من الرموز الجديد اللي طلعوا عنا هسا طلع عنا رمز جديد اسمه سالب H وعندي رمز جديد اسمه زائد K هذا لا يعني انه الـ H دائما سالب ولا الـ K دائما موجب لا هذا معناته انه في رمز هون ورمز هون بدنا نحكي عنهم شوي نبدأ الـ A هي معامل الاقتران الأسي وهذا ممكن يكون مكتوب كرقم ويكون موجب أو يكون سالب وبنفس الوقت ممكن ما يكون مكتوب مش تفكره صفرها دير بالك اللي مش مكتوب بالضرب قيمته واحد فهي فكرة رقم واحد عن الـ A نيجي عن الـ B الـ B هو أساس الاقتران الأسي وهو اللي يا جو الأقواس هون بيكون في رقم يا إذا ما في أقواس بيكون الرمز اللي بعد المعامل أو الرقم اللي بعد المعامل ومنحكي بتفاصيله نيجي على الـ H الـ H إلها حالتين اسمع الحالتين الـ H بتكون عبارة عن إذا معامل X موجب هاي معامل X موجب وإذا معامل X سالب إذا معامل X موجب بتكون عكس الرقم كيف يعني يا أستاذ يعني لو X زائد خمسة فالـ H هي سالب خمسة عكس الرقم طب لو هون X ناقص خمسة سعيتها بتكون الـ H هي عكس الرقم سالب خمسة فبتكون موجب خمسة إحنا متجيين انتعبك ها هلا كله على الشرح بيبين طب إذا الـ X معاملها سالب يعني القوة معاملها سالب سعيتها H هي نفس الرقم مثال سالب X زائد خمسة إذا الـ H هي زائد خمسة سالب X سالب خمسة إذا الـ H هي سالب خمسة وهاي الـ H ولا بتلزمك لا من قريب ولا من بعيد غير في سؤال الضع دائرة كتطبيقات عليها ما في تطبيقات عليها بيضل عندنا الرمز الأخير اللي هو الكيه شو هو الكيه الكيه هو الرقم اللي لحاله سواء قبل الاقتران أو بعد الاقتران مثال لو عندي خمسة في اثنين قوة X ناقص أربعة وزائد ثمانية سواء الزائد ثمانية كانت هون ولا كانت هون هذا الرقم اللي لحاله هو الكيه الرقم اللي لحاله هو الكيه تعالوا أستاذ أعطينا أمثلة هيك سريع سريع قبل ما تكتب لنا باقي الخصائص إيه أبشروا الحصة الساعة خمسة ونص منعرف طيب يلا كيف نمسح هاي دقيقة أتذكر برضو مش هون نيجي على هاي ونحط هيك بسم الله لو عندي مسائل زي هاي اثنين هاي خمسة هاي X ناقص أربعة وهاي زائد ثمانية هاي سالب اثنين وهون خمسة وهاي X زائد أربعة وهون زائد أو زائد عشرة وجيت طلبت منك إنك تطلع الـ A الـ B الـ H وـ K كمان مرة الـ A الـ B الـ H وـ K نصيحة رقم واحد ونصحناها في الحصة الماضية وبرجع وبعيدها لازم الـ X تكون موجبة لازم الـ X تكون موجبة وفي كل أسئلة لكتاب الـ X موجبة ما عدا سؤال في كتاب التمارين فراح نحكي عنه بتفاصيله لكن طول ما الـ X موجبة إحنا بالسليم طب لو الـ X سالبة شو بعمل يا شباب وصبايا التفاعلي اكتبولي إذا كانت القوة سالبة شو بعمل اكتب أعطيتك جملة الحصة الماضية يلا اكتب حيلو يا هبة نقلبها ومنخليها موجبة أبدعتي يا هبة رائعة يا سدين رائعة يا رغد وين الشباب يا صبايا الصبايا اللي بيجابوا وين الزلام ورونا يا شباب بقلبها وبخليها موجبة هلأ مبدئيا نبدأ بالخطوة الأولى مدام الـ X موجبة مدام الـ X موجبة فش داعي نعمل ولا إشي نيجي مين الـ A يا أستاذ الرقم اللي لحاله مين الرقم اللي ملزق في الاقتران الأسي لاثنين مين الرقم اللي ملزق بالأسي السالب اثنين فباخذه مع الإشارة اللي هو المعامل هاي أول ملاحظة ملاحظة رقم اثنين مين الـ B يا أستاذ مدام الـ X موجبة إذن الـ B الرقم اللي جوه الـ B الرقم اللي جوه اللي هو الأساس للاقتران الأسي نبدأ بالـ H اللي التي لن تطلب غير فيه سؤال اضع دائرة يلا مدام الـ X موجبة بعكس إشارة الرقم فبدل سالب أربعة بكتب أربعة مدام الـ X موجبة بعكس إشارة الرقم بدل الموجب أربعة سالب أربعة خطوة رقم اثنين وهي الأهم صراحة الأخيرة الـ K اللي هو خط التقارب الأفوقي هو الرقم اللي لحاله الرقم اللي لحاله مع إشارته هون ثمانية وهون عشرة ولو إنه سالب منحطها سالب هات كمان أمثل يا أستاذ قبل ما نبلش بالحل برضو حاضر اسمع عبين ما تشوف أسئلت الكتاب راح تقول يا بي مسهلها تستسيلها بحق الله ركز هون بدي أحط لك أربعة قوة سالب X زائد اثنين وهون بدي أحط لك سالب عشرة هون بدي أحط لك خمسة وهون ثلاثة قوة سالب X مع زائد ثلاث وهي هون زائد ثمانية ونبدأ بعد بسم الله أول مهارة في الإقتران الأسي إننا نتأكد إنه الـ X تكون موجبة فبما إنها سالبة زي ما كتبوا الصبايا وزي ما أنت بتعرف يا محمد الزعبي بقلبها بدل أربعة واحد على أربعة وبخلي هاي موجبة لما خلي هاي موجبة كإني عكست كل الإشارات فبعكس هاي بتصير موجب X وبعكس لثنين بتصير سالب اثنين والسالب عشرة بتصفي موجب عشرة كمان مثال يا أستاذ هايوا اللي على اليمين بما إنه الـ X قوتها سالبة أو معاملها سالب فأول مهارة بقلبها وبخليها موجبة اللزقة بتظلها ملزقة الرقم خمسة ما ليش فيه الثلاثة بقلبها بتصير واحد على ثلاث وهاي بدي أعكس إشاراتها يلا نعكس إشاراتها هاي بتصير X مع سالب ثلاث والزاق الثمانية تبقى كما هي هس عبدي كل واحدة من هدول نطلعها الـ A الـ B الـ H والـ K كمان مرة الـ A الـ B الـ H والـ K نبدأ بالـ A مين الـ A الرقم اللي قبل أساس تبع الاقتران الأسي أحسنت يا سدين الرقم هو واحد للي الصوت مش طالع عنده يعمل F5 Refresh يلا نكمل مين الـ B يا شباب ويا صبايا الـ B يا أستاذ أربعة غلط ليش يا أستاذ لأنه الـ B لأنه الـ B ممنوع نحكم عليها وممنوع نرسم الاقتران الأسي غير لما تكون الـ X موجبة بعدين منوخذ الـ B زي ما كتبت العجار ميحماها ربي هبة انه راح يكون واحد على أربعة أحسنت يا بنتي كمان مرة الـ A خمسة مع إشارته مع كل شيء الـ B لما تكون الـ X موجبة فالـ B واحد على ثلاثة بيضل الـ H الـ H انت حر قدامك خيارين يا بترجع على الـ X السالبة وبتأخذ الرقم اللي معاها تيجي بتكتب اثنين يا لما تكون الـ X موجبة تعكس الرقم اللي معاها فبدل سالب اثنين بطلع اثنين اكتبولي الـ H اللي على اليمين يلا والـ X سالبة كم قيمة الـ H يا الشباب وصبايا صحيح على الجهتين يا سدين نعم أحسنت يا هبة الـ H تساوي ثلاث نشوف رغد بتقولك الـ H تساوي ثلاث بيان الـ H تساوي ثلاث إذن الأمور تمام يا رانيا يحماكم ربي فردا فردا بيجي الزعبي بيقولك اسمع يا استاذ أنا بديش أغلب حالي كل شوي أقول إذا موجب وإذا سالب أنا بدي إياها تكون موجبة وامسكها الـ H وأعكسها بدل سالب ثلاث بتصفي ثلاث برضو صحه نفسي جوابه بقوله بأكد ولا بتأثر على الخصائص لكن هي سؤال في الضع دائرة إذا طلبت قيمة H بيضل الـ K الـ K الرقم اللي لحاله كم الرقم اللي لحاله؟ عشرة ممكن يكون بعد الاقتران أو هون سالب عشرة بالأحرى إحنا كاتبينها فوق إذن الرقم سالب عشرة ممكن يكون بعد الاقتران وممكن يكون قبل الاقتران يعني بدل ما الثمانية هون يكون كاتبة هون ثمانية زائد فبتمسك الرقم اللي لحاله وبتكتبه زي ما هو أستاذ شو بدنا نفهم من هدول ولا إشي أستاذ طب بدنا نبلش بالحال حاضر بعد ما حكينا شو قيمة A شو قيمة B شو قيمة الـ H وشو قيمة الـ K تعالوا يا سديم يا هبا يا بيان يا محمد نرجع نعيد ونصلي عن نبي كمان مرة ونبدأ من أول وجدي أهم مهارات إنك في الـ A B قوة X ناقص H زائد K إنك تفهم كيف تتعامل مع مجال الاقتران الأسي مجال الاقتران الأسي دائماً R وهاي حكيناها في الرسمة نيجي على مدى الاقتران الأسي ها الساعة دور نرسم الرسمة ونطلع المدى أكيد صح لكن ليش تتعب مدام في خصائص للإقتران اسمع الخصائص إذا الـ A موجبة بيكون المدى من عند الـ K الرقم اللي لحاله لعند الموجب ما لا نهاي لكن لما الـ A تكون سالبة بيكون المدى من سالب ما لا نهاي لعند الـ K أعطينا أمثل يا أستاذ تفضل الـ A هون مالها موجبة إذن المدى من عند الـ K لموجب ما لا نهاي كم قيمة K هاي المرة ثمانية سلام عليكم نيجي على اللي بجنبها الـ A مالها سالبة وبما إنه الـ A سالبة بيكون المدى من سالب ما لا نهاي لعند الـ K اللي هي عشرة كمان مثالين يا أستاذ لاحظ إنه لهذه أولا مثال من الأسئلة حلينا غير اللي حطيناه بالمفاهيم وهاي شغلة مهمة هاي الربع ساعة هي أهم ربع ساعة تفهم فيها كل المفاهيم نيجي على اللي بعده يا أستاذ يلا يا حبايبي شو إشارة الـ A هون يلا أعطوني شو إشارة الـ A مدام إشارة الـ A موجبة إذن المدى رح يكون من عند الـ K لعند الموجب ما لا نهاي في حالتنا من سالب عشرة لموجب ما لا نهاي طب هون يا أستاذ برضو إشارة الـ A موجبة بما إنها موجبة بيكون المدى من عند الـ K لعند الموجب ما لا نهاي والـ K جوابها ثمانية مشان هيك الـ A والـ B والـ H والـ K أهم إشي وبالأحرى الـ A والـ B والـ K هم أهم إشي الـ H بس لتضع دائرة كله أساعة جاي كله أساعة جاي إحنا قاعدين نشرح الأفكار لأنه ما بزبط تتقن فكرة بعدين تغيرها تتقن فكرة بعدين تغيرها فمبدأ الأدبي في الشرح أغلب المعلمين بيستخدم عشر أمثلة عن نفس الفكرة بيكيف الطالب طب والله هي تغيرت بصير ضايع مش عارف إمتى عهي أحل وإمتى عهي أحل إحنا بنعمل العكس إحنا بنشرح كل الأفكار بعدين بنأخذ العشر أمثلة وربا أضع كل الأفكار تعالوا معاي يلا هلا هون خلصنا المدى نيجي على الخطوة اللي بعد المدى شو ممكن ينطلب بعد المدى بده يطلب منك خط التقارب خط التقارب من حصة الرسمات قلنا Y يساوي K يلا خط التقارب Y يساوي K يعني Y يساوي ثمانية خط التقارب Y يساوي K يعني يساوي عشرة خط التقارب Y يساوي سالب عشرة خط التقارب Y يساوي ثمانية والمحلاهم يا ستاد وإذا كانت الكي مش موجودة يلا يلا يا أخوان هاي أحمد سالم كتب خلص ممتاز يعني صراحة كل الصفار رائعة بس الصفار محمد الزعبي وأحمد سالم غير يا أخوان هاي شعشعة بقلبي صفارهم يا الله شايفها مليون مش شايفة أصفار قدمة هي كبيرة كيف بس هيك أيني مشان تعرفوا هذا اسمه عنصرية لا هذا اسمه أنه أنا بحبكم كلكم بس الشباب بتحملوا يلا نكمل بسم الله نيجي هلأ على المقطع Y المقطع Y أنت غير مطالب في نهائي غير إذا ما في جمع وطرح للـ H وما في جمع وطرح لـ K يعني زي الحصة الماضية تماما زي F of X خمسة واثنين قوة X F of X واحد وثلاثة قوة X واتفقنا الحصة الماضية المقطع Y عكس عكاس يعني X تساوي صفر X تساوي صفر شو يعني X تساوي صفر يعني F الصفر وصورنا نقوط شفوي محل الـ X صفر اثنين قوة صفر واحد اضربها بخمسة يلا كم المقطع Y خمسة نيجعل اللي بعدها X منحط محلها صفر بتصفي ثلاثة قوة صفر جوابها واحد وبعديها ما في رقم قبلها فهو واحد فهون F الصفر يساوي واحد للأسف هبيت العلم وليس الطلاب وليس المعلمين الأكفاء هبيت العلم بنزلك سؤال وبقولك طلع المقطع Y وبيجي بحط لك مثلا هي F of X تساوي علما بأن الكتاب نهائي مش متطرق لها ثلاثة خمسة قوة X ناقص ثلاث زائد هنا اطناش وبيقولك يعني الوزارة مش كاتبة بالكتاب بس يعني احتياطا منوخذها اه تفضل احتياطا منوخذها حط محل ال X0 يا أستاذ طب لما حط محل ال X0 بتصير ثلاثة في خمسة قوة سالب ثلاث زائد اطناش فبتصفي ثلاثة في واحد على مية وخمسة وعشرين زائد اطناش بتصفي دخل الثلاثة لجوه البسط بالبسط والمقام بالمقام ثلاثة على مية وخمسة وعشرين زائد اطناش وسلامة خيرك بشان توحد مقامات بدك تقسم على مية وخمسة وعشرين وتضرب مية وخمسة وعشرين وعيش يا قديش ما بتطلع جواب سالطة ما انا معاي آلة حاسبة بقدر اعملها ولا تعمل اشي برجع وبأكد مرفوض شرعا في كتابك يكون للمقطع واي في جمع او طرح مع الـ H او مع الـ K مرفوض تماما لا كتاب طالب ولا كتاب تمارين لكن فكرته حكيناها الحصة الماضية حط محل الـ X0 فقط لا غير اذا يا استاذ شو بدك تعملنا بالمقطع واي هيك بده اعمل بالمقطع واي تفضل المقطع واي بنعمله باي باي وإذا الأي سالبة من سالب ما لا نهاي لعند الكيه طاير إذا في عندي تزايد وتناقص هسا بدنا ندخل على التزايد والتناقص يا هلا وغلا يا باي ما أجملك يا باي يا حبيبين يا أقوان يا أقوان هذا سكرة هذا من أروع الناس في العالم هاي بحكيها أقسم بالله أنتوا مع العكور إذا ما بتطلعوا أوائل المملكة والله غلط منكم يا باي هالثيقة اللي حطيتها يا زلم أنا ما شفت معلم أكثر التزاما أكثر عزيمة 134 امتيحان أخذوا الأجنة وخمسة معه الأجنة وستة عنشة اللي عديناهم لسا الأجنة وستة عنشة طيب انت مرة حكيت لي أنك بتكره الرياضيات جدا طيب ممكن انت مرات كنت تفوتني على حصصك وتشرح لي شغلي بخمس دقائق وتشوف ردة فعلي هلا أنا واثق أن الرياضيات انت كرهانها جدا في مجال تعطيني عطوة أمنية دقيقتين أفهمك شغلة والله معالمين الرياضيات ما بعرفوا يحلوها وقف معاي شوي إحنا هسا بدنا التزايد والتناقص التزايد والتناقص عبارة عن two variables بدنا نشتغل عليهم الأول هو الإيه والثاني هو البي بس الشرط الرئيسي يكون الإكس إشارتها موجب هذا أهم شرط طب دقيقة شوي يا أستاذ أنس الإيه شو مطلوب فيها؟ شغلتين يا بتكون إشارتها موجب يا شو يا أنس لبلوي بتكون؟ سالب إذا كانت الإيه موجبة بيطلع لك شرعا تكتب إنه هذا للآن متزايد إذا الإيه سالبة بيطلع لك تكتب للآن متناقص هاي مش النتيجة النهائية هاي بس أيوها هاي بالإنجليزي كمان هاينا منترجم لكم شان اللي أمه بريطانية ما يقول ما بتشرحو لنا بالإنجليزي لأخوالنا يلا نكمل دور البي البي يا سيد أنس لبلويا أروع معلمين اللغة الإنجليزية بدي إياك تسمع جملة البي إلها بسط ومقام نومينيتر ودي نومينيتر لكن بناءً عايش بقرر هل هو متزايد أم متناقص تعال أوريك يا بلوي ليش كنت تضايق من الرياضيات كانوا يظلوا يقول لك بسط مقام وأنت لما يقولوا بسط تصير تطلع فوق ولا تحت البسط وتزبسط هيك بملكوت الرحمن تسرح بينما إحنا بنسميها اللي فوق واللي تحت أقول لك أنا كيف كنت حفظها بسط بقى بسط يعني اللي فوق يعني كنت أحس أني أنا يا جماعة شو المبسوط آه اللي فوق مبسوط مقام يعني أنا من قبل لا يا زلمي لا أستاذ أنس خلينا عن اللي فوق واللي تحت لا حاجب لا إذا البسط أكبر من المقام بيكون متزايد وإذا البسط أصغر من المقام متناقص جاوبني يا أناس لبلوي إذا الاي رقم ثلاث شو بتكون يا سيد أناس متزايد طب إذا الاي سالب ثلاث متناقص ها خلص ها الزلم ينخلص ماستر أدب إنجليزي يعني زمان عدة في الرياضيات لكن هس أبدأ أوريك وإنه أي فات ولقط يلا نيجي على البيا سيد أناس هاي فوق خمسة وتحت ثلاث وهي هون فوق ثلاث وتحت خمسة مين اللي الفوق البسط أكبر من المقام هذا أستاذ أكبر أوكي هاكمل كمل هذا ماله متزايد سلام عليكم وحشب البلوي ويزم والله لازم تنافس بالرياضية مش بالانجليزي تعلي على اللي تحتي هيا الله مين الأكبر البسط ولا المقام الفوق ولا اللي تحت ابتحت إذا يا أستاذ أنس شو بدها تكون متناقص يعطيك العافية دور النهاية جدول الديريفاشنز اللي مرة رسمته أمامي في الحصة درسملك جدول زيه ها في الاشتقاق في الرياضية أكيد إحنا كل مادتنا اشتقاق بس إحنا اشتقاقاتنا سو كيوت مش زي اشتقاقات نوتية إحنا كثير كيوت تعال عندي A وعندي B هذولا لازم تعاملهم زي معاملة الموجب والسالب في الضرب إذا هذا متزايد وهذا متزايد أو هذا متناقص وهذا متناقص لما يتشابه دائما النتيجة متزايد بينما لما ييج واحد منهم متزايد والثاني متناقص أو ييجي هذا متناقص والثاني متزايد إذن النتيجة متناقص بس أنا بعرف يا أنس لبلوي إنك رومانسي شاعري فرح أعطيك إياهم بأسلوب جميل جدا اسمع شو هو خياراتنا يا بيبي يا متزايد مع متزايد يا متناقص مع متناقص يا متزايد مع متناقص يا متناقص مع متزايد تعي يا بيبي إذا تشابه هذا نتيجته متزايد واضحة متزايد مع متزايد زي موجب وموجب ما متزايد طيب شو هذول رأيك فيهم يا بلوي متناقص مع متناقص موجب إذن متزايد يجب والله إنك والله معلم الرياض موجب علاء دور إذا متزايد مع متناقص سالب متناقص أبدعت أبدعت أبو لي بلوي ومتناقص مع متزايد سالب متناقص إذن الفكرة في عكس عكس إذا أبدو لي they think اشتركوا في القناة